مبارح وزارة المالية أعلنت عن الموازنة الحالية وأعلنت أنها تكون قادرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية مش بس كده كمان الوفاء بكل الالتزامات نحو الجهات الإدارية من أجور من معاشات ودعم كمان ده بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الموازنة دي وإزاي هتكون قادرة على تلبية كل هذه الاحتياجات والمتطلبات للمواطن والمؤسسات الحكومية أيضا من خلال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية اللي منورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح النور يا حسد أحمد على حضرتك وكل السيدة المشاهدين دكتور يعني إيه موازنة قادرة على التعامل مع كل هذه المواطنة وأكثر مرونة تمام الموازنة بمعنى أن هي تبقى قادرة ومرنة على تلبية احتياجات المتطلبات الخاصة بالمواطنين من مخصصات الدعم والبرامج الاجتماعية والأجور وكل الاستخدامات الخاصة للموازنة العامة للدولة يعني ده اللي احنا كنا بنشوفه كده كده لازم تكون الموازنة محطوط فيها بند أجور بند معاشات بند يعني إجراءات حماية بالضبط البنود السابتة المعروف عنها للموازنة باب الاستخدامات والموارد والاستخدامات فيها مجموعة أبواب الأجور وشراء الأصول وباقي الأبواب ولكن بمعنى أن هي تكون مرنة تكون قادرة على التعامل السريع مع كافة المتغيرات اللي ممكن تطرق على الموازنة زي ما احنا بنشوف دلوقتي بقالنا فترة من بداية جائحة كورونا وتداعياتها وإزاي الدولة قدرت تتعامل معها وإزاي الدولة والحكومة المصرية قدرت أن هي من خلال توجيه السيد الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة هذه التداعيات وبعد هذه التداعيات فجئنا بالحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من تداعيات وإدرت أن الحكومة وباقي نتيجة الإجراءات الاقتصادية اللي أخدتها وعكفت عليها الدولة بقرار جريء بفكرة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وهنا كان توفير المئة مليار جنيه اللي حاجة تحدثت عن الفرق بقى ما بين الموازنة اللي كانت موجودة منذ بداية الجائحة وكان زي ما بنقول كده كنا بنقول للاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات وإدرت الموازنة فعلا اللي هي تلبي كافة الاحتياجات من منحة العمالة غير منتظمة لغيرها من الأمور الطريقة اللي طرأت على الموازنات الفائت لكن أول مرة نشوف مسمى موازنة مارنة يعني أعتقد ده تعريف جديد علينا تمام أنا هاخد من كلام حضرتك لما قلت الإصلاحات الاقتصادية لأن أي بناء اقتصادي هنرجع ليه ونقول أن مصر لما طبقت برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ده عمل إيه؟ عمل على ضبط المالية العامة للاقتصاد المصري بمعنى أنه هو نمى من موارد الدولة فقدر أنه هو ينمي من الإرادات الخاصة بالدولة فقدرت الدولة يبقى عندها القدرة والملائة المالية أن هي تقوم بزيادة المخصصات الموجهة نحو قطاعات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وتقدر كمان أن هي تزود من الاحتياطات العامة اللي هي بتبقى مخصصة للضروريات والطوارئ اللي ممكن تحدث خلال تنفيذ الموازن وده اللي شفناه خلال الفترة الماضية وكمان من العوامل الأساسية مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية هو فكرة الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية ليه بقى؟ لأن المشروعات القومية بيبقى لها ثلاث فوائد الفايدة الأولى أن هي بتزود من حجم الناتج المحل الإجمالي وبالتالي بتزود من معدل النمو تاني حاجة بتوفر فرص عمل ودي شفناها أن هي وفرت أكتر من خمسة مليون فرصة عمل خلال السنوات الماضية ولما بتوفر فرص عمل بيستحق عن هذه الدخول إرادات ضريبية تمام؟ بالإضافة تزودت الموارد بتاعتي بتزود لي في الحصيلة الضريبية من الإرادات الغير مباشرة وعندي كمان الإرادات الضريبية المباشرة اللي هي بتكون من أرباح الشركات والدخول الشركات وإحنا عندنا حصل طفرة كمان في زيادة تأسيس الشركات من خلال الحوافز المستمرة والدعم اللي بتقدمها الحكومة لزيادة الاستثمار المحلي وكمان زيادة الاستثمار الأجنبي فطبعا كل ما بتزيد عدد الاستثمارات بتزود عدد الشركات والمشروعات فبيستحق عن هذه الأعمال إرادات ضريبية وبالتالي الإرادات الضريبية بتزيد وده بيأهل أو بيعمل أريحية للحكومة المصرية في التعامل مع أي أزمة خاصة كمان إن احنا وده اللي خلى سيادة الرئيس أنه هو يوجه الحكومة ووزير المالية في زيادة الاحتياطي العام لمية وتلاتين مليار جنيه وده اللي بيخلينا نقدر نتحرك بكل أريحية نقدر نزود المخصصات اللي قدرت لنحية البرامج الاجتماعية وزيادة مليون أسرة جديدة لتكافل وكرامة وزيادة كمان المخصص الخاص به العلاج على نفقة الدولة وصل 11 مليار جنيه في 6 شهور استثنائية بالضبط فكل ما كان حجم النشاط الاقتصادي وحجم الأعمال بيتوسع ده بيساهم في زيادة حجم الإرادات الضريبية وزيادة حجم الاقتصاد المصري اللي وصل حتى الآن لأكتر من 8 تريليون جنيه وبالتالي ده بيساعد أكتر على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات اللي ممكن تطرق أو أي تداعيات بنشوفها على الساحة العالمية نعم دكتور مصطفى يعني إحنا معروف دايما كده إن مصر بلد ذات موارد محدودة حتى رغم المشروعات القومية الكبرى اللي بتتم لأن للأسف في قدامها آفة خطيرة جدا بتهدد يعني هذه أو بتهدد معدلات النمو والتنمية وهي زيادة السكانين ولكن رغم ده شايفين موازنة مرنة قدرة على التعامل مع المعطيات وما يستجد من تغيرات عالمية إزاي أدرى الموازنة على تلبية هذه المتغيرات؟ تمام أولا بالنسبة لموضوع الموارد المحدودة إحنا عندنا موارد محدودة بس مصر بتعيد اكتشاف ذاتها وإزاي إنها تستغل هذه الموارد بتعظيم قيمتها المضافة على الاقتصاد المصري وبالتالي تقدر تزود العوائد اللي بتيجي من هذه الموارد وكون إن الإرادات اللي هتيجي من هذه الموارد بتزود من الدخل القومي للاقتصاد المصري وبتخلي قدرة الدولة على تنفيذ وتلبية كافة احتياجات المواطن المصري بتكون بشكل أوسع وبشكل أكثر استطاعة في مواجهة التحديات يعني إحنا دايما بنشوف المشروعات اللي بتخدم على تلبية الاحتياجات هدل حضرتك مثل بسيط زي إنشاء المخازن الاستراتيجية والصوامع اللي الدولة نفذتها خلال الفترة الماضية بفكر الدراسات المستقبلية اللي ما بتستناش أي صدمة تيجي أو أي أزمة عشان تقدر تتعامل معاه ده وفر علينا كتير إن إحنا بنزود الرقع الزراعية عشان نزود الحصيلة الزراعية وكمان نقدر نحفظ الإنتاج ده من الهدر اللي كان بيحصله والفاقد اللي كان بيحصله وكان بيضيع علينا مليارات الدولارات بالضبط صوامع الأمح وغير كده إن إحنا لما توسعنا في الصوامع ابتدأ عندنا الساعة التخزينية تزيد وبالتالي المخزون الاستراتيجي زاد لأكتر من سبع شهور ده إيس عليه بقى بقية السلع والمنتجات كمان توفر السيولة المالية ده بيساعد كمان أو زيادة المصادر الدولارية للاقتصاد المصري ده بيخلي الدولة أو الحكومة المصرية عندها الأريحية إن هي تقدر تجيب كل المستلزمات الإنتاج أو السلع الاستراتيجية وتزود المخزونات اللي تقدر تلب بها احتياجات المواطن في الأسواق المحلية كمان التناغم والتناسق اللي ما بين الوزارات والهيئات اللي بتنتج سلع وبالضخها كمان بأسعار تنافسية دي بتساهم طبعا بتقليل وتخفيف الضغط على المواطن المصري بشكل كبير طيب يمكن الدولة شغلة في اتجاه دلوقتي هو فكرة ترتيب أولويات الإنفاق العام علشان أقدر لنا أحقق المستهدفات سواء كانت التنموية أو أيضا المستهدفات المالية لكن شايف الوعي ده موجود عند المواطن وهو بيعمل الإنفاق الشهري بقى بتاعه بالنسبة للدولة هي وصلت لدرجات وعي كبيرة فيما تعلق كمان باستخدام الموازنة الإلكترونية إن هي تقدر يبقى عندها حكمة أكتر وإدارة أكتر تحكما في عملية أوجه الصرف والإنفاق على المشروعات أو على الجهات الموازنية الموجودة في الدولة إحنا عندنا 2637 وحدة حسابية تابعة للجهات الموازنية وزارة المالية بتتابع كل أوجه الصرف دي بشكل لحظي عشان لو حصل أي انحراف عن المتوافع عليه أو المستهدف يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية لهذا الإنفاق بالنسبة للمواطن المواطن مع الأزمات المتتالية ابتدى درجات الوعي بالنسبة لأولويات إنفاقه وعيه ابتدى يزيد وابتدى يحاول أنه هو على قدر المستطاع أنه هو يعيد التفكير وإعادة ترتيب أولوياته بالنسبة للاستهلاك غير مبرر لأنه كان في أوقات كبيرة بنلاقي إن إحنا عندنا ثقافة إن إحنا نجيب كميات كبيرة من السلع وخاصة كمان الرسائل الدولة اللي بترسلها بشكل مستدام في إن إحنا عندنا اكتفاء أو زيادة في المغزونات الاستراتيجية من معظم السلع ده طبعا بيكون لي رسائل طمأنة على المواطن إنه هو ما ينزلش ويجيب أكتر من احتياجاته خوفا إنه ما يلاقيش السلع موجودة بعد كده وده دايما يعني نستشهد بكلمة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اشتروا زي ما أنتم عايزين اتطمنوا إحنا عندنا كل السلع والمنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وكمان الدولة كمان بتضخ سلع ومنتجات بكميات كبيرة عشان تعمل توازن نسبة كمان في الأسعار خاصة بعد ارتفاع الأسعار بسبب أسعار الطاقة وتكلفة الشحن فدايما الإرادات أو توسع الاقتصاد المصري بيخلي الدولة تبقى عندها القدرة الكبيرة إن هي كمان تكون حائط صد أمام أي ارتفاعات سعرية كبيرة وبتتحمل هي الجزء الأكبر وبتمرر للمواطن الجزء البسيط اللي يقدر يتماشى معاه ده بالإضافة إن كمان الدولة زودت كمان من الأجور من 361 مليار في الموازنة المنتهية ووصلت ل400 مليار جنيه في الموازنة الحالية وبالتالي كلما توسع الاقتصاد المصري وزاد حجم الأعمال بفضل المشروعات القومية إلى الحوافز كمان اللي بتوفرها الدولة للمستثمر المحلي والأجنبي في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وده المهم بالنسبة للاقتصاد المصري مش الاستثمار غير المباشر لأن ده استثمار الأجنبي المباشر ده اللي بيفتح مصنع وبيشغل المواطنين وبينقل تكنولوجيا بتساعد على التفرق النوعية وإحنا هنا بنتكلم على الصرف فكان فيه خبر استوقفني كده شوية إحصائية بتقول إن المصريين أنفقوا قرابة الخمسة مليار جنيه على تأسيط أجهزة كهربائية وموبايلات خلال خمس أشهر شايف ده إزاي؟ بص هو دايما فيه شهور معينة هو دا كان سؤالي فيما يخص أوجه الصرف والأولويات تمام فيه أولويات بتبقى بالنسبة للمواطن المصري تحديدا فيه ثقافته بتبقى بتعتمد على مواعيد شهور معينة بالنسبة للزواج أو استعدادات الزواج وطبعا الأجهزة المنزلية أو الكهربائية بالتحديد ده بتبقى من الأساسيات لعملية الزواج ومع كمان بعض المعلومات اللي بتصار أن مثلا قطع الغيار مش متواجدة أو عمليات الاستراد ممكن تتأخر فده بيخلي المواطن برضو أن هو يسرع في شراء الأجهزة وده بيخلي عملية الإنفاق الجماعي أو إجمال الإنفاق بيعلى بشكل ملحوظ ولكن هي فيه شهور معينة خاصة اللي هي الشهور اللي هي بتبقى قبل رمضان أو قبل الأعياد دايما بيزداد فيها الشراء بالنسبة للأجهزة الكهربائية طيب دكتور مصطفح هكي استخدمت مصطلح الموازنة الإلكترونية ويمكن ده بند كما وجود ضمن بنود الموازنة العامة هذا أو هذه المرة يعني إيه موازنة إلكترونية؟ موازنة إلكترونية إن أنا عندي نظام إلكتروني بيبقى مسجل عليه كل الموازنات الخاصة بالجهات الموازنية كلها المربوطة مع وزارة المالية على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وده بيقدر من خلاله ووزارة المالية أن هي تتابع بشكل لحظي أنا صرفت النهاردة وإيه الإرادة اللي ده خلي وبتابع عملية الإصادر والوارد من الإرادات والمصروفات وزي ما قلت لحضرتك لو في مشروع أو برنامج معين مخصص له مبلغ معين في مراحله زاد التكلفة عن المرحلة المعينة هنا بيتدخل وبيقوله لأ هنا في عندك انحراف في المصار في الأوجه الصرف الخاص بهذا المشروع أو البرنامج وبيعاد إجراءات تصحيحية لإعادة المصار المعمول به أو اللي خد به الموافقة على الصرف في هذا المشروع لقدر نسميها رقابة إلكترونية مالية بالضبط كده رقابة مالية إلكترونية لحظية غير الأول كان المفروض أنه هو بيستنى لغاية ما يحصل الحساب الختامي ويقدر يشوف هو صرف فعلا على المشروعات دي وفقا للمبالغ اللي تم الموافقة عليها ولا لا وبعد كده بيكتب التقرير وبيعاته لمجلس النواب أو طبعا الجهاز المركزي للمحاسبات هو اللي بيعد التقرير الكامل وبيحيله لمجلس النواب يمكن كان فيه قرار هو مستحدث وهو إنشاء هيئة الشراء الموحد شايف إزاي الهيئة دي سهمت في تقليل النفقات الهيئة دي سهمت بتقليل النفقات لأنه لما بيكون جهة واحدة هي مسؤولة عن الشراء الخاص بمستلزمات الحكومة أو مشتريات الحكومة ده أولا بيفاضل كمان بنسعر كويس وجودة أعلى فطبعا بيساهم إن هو بيوفر مليارات الجنيهات للدولة المصرية والموازنة العامة للدولة وبيحافظ على جودة السلع اللي بيتم شراءها اسمع دكتور دايما السعر بيكون مربوط بالجودة يعني إحنا حتى لقيتنا يقولك الغالي يصل تمنه فيه مش في كل الأحوال ممكن تلاقي إن السعر غالي ممكن تكون الجودة مش على القدر المطلوب ولكن هيئة الشراء الموحد بتكون عاملة زي كود كده لكل منتج بيبقى ليه اشتراطات ومعايير محددة بتقدر من خلالها إن هي تقول آه المنتج ده وفقا ليه المعايير اللي أنا أقدر أشتري بيها وفقا لهذا السعر ولا لا وطبعا ده بيكون عن طريق أكتر من مورد بيتعامل مع هيئة الشراء الموحدة يعني كلها أمور ويعني نقدر نقول إيه تنظيم دولاب العمل الداخلي لترشيد النفقات وفي نفس الوقت توفير عوائد اقتصادية ذات جدوى أكبر وهنا البعض بيتساءل إزاي هيتم الالتزام باستحقاقات الدولية طيب خليني هو سؤال مهم جدا ومتشعب في الحقيقة يعني احنا خليني أقول لحضرتك أن الاستحقاقات الدولية مصر في تاريخها لم تتخلف عن أي التزام دولي وزي ما قلت لحضرتك في البداية من خلال ما تم تطبيقه في برنامج الإصلاح الاقتصادي بشقايه المالي والنقدي أعطى القدرة على الدولة المصرية والاقتصاد المصري أنه يعظم من موارده ومن عوائده الاقتصادية بالإضافة للدور الملحوظ للسيد الرئيس والمجموعة الاقتصادية في تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الدولية مع كافة الدول الأجنبية لأن ده بيكون ليه مردود من ناحيتين المردود الأول في زيادة الصادرات المصرية لمعظم الدول وده بيخلينا بيجلب عملة صعبة بتساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي اللي بيستخدم فيه سد الالتزامات الدولية تاني حاجة أن الشراكات الدولية بتساهم كمان في تعزيز الاستثمار الأجنب المباشر وده شفنا وظهر جاليا في استحواز مصر أربع سنوات متتالية في المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جزب الاستثمار الأجنب المباشر وده طبعا بيدخل عملة صعبة بيساهم في دعم الاحتياطي الأجنبي المباشر يعني نقدر نقول أن مصر بتسير بخطة ثابتة للوفاء بالالتزاماتها سواء كانت التزامات داخلية تجاه المواطنين وتجاه الشعب بشكل عام وأيضا للتزامات الخارجية وهنا يعني ميزة الرؤية الثاقبة الرؤية طويلة المدى والاستراتيجية الاقتصادية اللي بتعكف عليها أو بتنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي علشان تقدر تحقق معدلات النمو يحس بيها المواطن المصري مع مراعاة الحد من الزيادة السكانية عشان برضو نكون صادقين مع المواطن عاوز تحس بمعادلات النمو لازم يكون فيه انخفاض لمعادلات الزيادة السكانية دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بنشكر حياك فندي معنا وجودك معنا في صباح الخير شكرا رزينا سوز أحمد شكرا شكرا شكرا